يعني رغم أن التاريخ يشهد بذلك والواقع الآن يشهد بذلك ولكن أمتنا فيها نمارج غريبة عجيبة حتى الآن يعني بعض الناس الآن في عصرنا الحالي يطرحون فكرة التقسيم لكثير من الأقطار وعلى سبيل المثال بلادنا هذه جزء يريد ليبيا من دون منطقة شرقية وجزء يريد المنطقة الشرقية بمفصلة عن المنطقة الغربية وجزء آخر يحلم بإنشاء دولة مازيغية وهكذا هذا طبعا من قصور في التفكير وارتزاق على أفكار الغرب لأن غالبية من يرفع هذه الشعارات هو إما عميل أو مرتزق على هذه الأفكار وهو في كل الحالين الواقع واحد لأن التفكير السليم الآن في العالم لا يعيش إلا لقوياء هم الأوروبيون الآن يرون أنهم حضودهم من القوة في العالم ضعيفة ما لم يتوحدوا ورأوا بأم عينهم أن أمريكا الدولة الكبيرة التي تعتبر قارة أمبراطورية هم لم يجدوا لهم طريق معها فهي محتلة العالم ومستفيد من العالم فبدأوا في التوحد فأنشأوا السوق الأوروبي المشتركة ثم أنشأوا الاتحاد الأوروبي ثم بدأوا في مؤسس هذا الاتحاد فعملوا ما يسمى بالبنك الأوروبي وعملة واحدة ثم بدأوا الآن يفكرون في إيجاد قوة واحدة جيشا واحد والآن بدأوا في جمرك واحد واتفاقية واحدة اللي بسموها اتفاقية شينجل هذه اللي هي ألغت تقريبا الحدود بينهم هذه الشعوب اللي هي مختلفة الأديان ومختلفة العراق ومختلفة اللغات تسعى جاهدة للتوحد والمسلمون إلى اليوم يكون من بينهم من طموحاته صغيرة وقزمة إلى درجة يريد